إذن يستقبل العراقيون عيد الأضحى المبارك في كل عام بالتوجه إلى مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف لزيارة الأحباء والشهداء كموروث وعرف اجتماعي فيما يترقب أصحاب البسطات المنتشرة على طرق المقابر هذا اليوم لتحصين وضعهم المعيشي تفاصيل أوفا في تقرير كرار العساف يتوجه العراقيون إلى مقبرة وادي السلام لزيارة شهداءهم والموتى بواحدة من الطقوص التي اعتادوا على تأديتها خلال الأعياد إيمانا منهم بأن ذويهم ينتظرون المجيء ليلتقوهم ويقدمون لهم المعايدة أصحاب البسطات المنتشرة في أغلب الطرق المؤدية إلى المقابر يعتبرونه واحد من المواسم المهمة لما في ذلك من انعكاسة إيجابية على مدخولهم المالي نحن نحتبره موسى لأصحاب البسطات كل العيد يأتي الزاير يأخذ دهن الوريد وبخور شميع ما يوريد وريد وعلى هذا الترتيب نحن 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 نقول لأهل البسطات وكسبها عايشين على هذا العيد هو واحد من الطقوس العراقية المختلفة عن التي تقوم بها شعوب العالم وينفرد بها أغلب الفاقدين لأعزائهم إيمانا منهم بأن من رحلوا ينتظرون قدومهم ليجالسوهم خلال المناسبات الدينية لقناة دجل من النجف كرار العساب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر